السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في شهوة جديدة من شهوات منزلية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حلوة دوازتي بدون زبدة فقط بالياغورت جيد اقتصادية وكتعطينا كمية كبيرة صراحة كتجي رائعة جدا نتمنى تعجبكم وكنبغي نشكر المتتبعات جداد اللي التحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبة أما القدام كنقول لكم شكرا لكم عن الحب ديلكم والوفاء ديلكم القناة وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديلكم لما نطول عليكم دوازوا مباشرة المقادير طريقة تحضير وفورجة ممسعة بسم الله سنبدأوا نوجدوا الحلوة دينا ونذكروا المقادير في نفس الوقت هنا في واحد الإناء ضفت قبيصة دي الملح وضفت عليهم ثلاثة دي الحبات دي البيض ليكون الحجم ديهم كبير ونضيف كس ونص دي السكر سنيدة بالنسبة للوصفة فيها جوش كسن دي السكر سنيدة فقط نقص نص كاس هذه الحلوة سنزينها بشكلة باش مجيش حلوة بزاف نقص ديك النص كاس إلا كنتو كتفضلوا حلوة ديروا جوش كسن سوف نخدم هذه المكونات مزيان حتى سنضب لي هاد السندة مع البيض ونضيف عليهم جوش كسن ديال الزيت بالعبار ديال كاز العنبة ونخلط مزيان مكونات دائما كنخلطو اي مكوين كنضيفوه كنخلطو مزيان باش كينسجم لي ناء الخالط وهنايا غدي نضيف شاصية ديال الفاني هاد الحلوة هادية غدي تجي منص ما بنكه هاد الفاني ومكلكم ديرو حتى قشور قشور ليمون او البرتوقال تهما كي جوز وينين سوف نخلط مزيان هاد الزيت حتى غدي نسجم لي مع الخالط وما يبقاش مفروقليا على الخالط باش هكا جينا الحلوة ديال الناء منسجمه وما تجيش كتلق زيت ضروري انكم تخلطو مزيان هنايا كم ما كتشوفو غدي نضيف علبة ديال ياغورت بنكه هاد الفاني ومكلكم تستعملو ياغورت طبيعي وصافيو غدي نخلط هاد المكوينات مزيان حتى غدي نسجمو ونسجم ديال الخالط وهنايا غدي نضيف جوج شاصيات ديال الخميط من فئة 8 كرام وبعد ما غنضيف الخميط غدي نخلط الخليط ديالي مزيان مزيان حتى غد نسجم نياء هاد الخميط وغدي نبدأ نضيف الدقيق كما كتشوفو حليوة اللي هي سهلة وبسيطة ومقادير جد اقتصادية كما كتشوفو متوفرة في البيت صراحة بالزربة ان وجدوها وصافي كما كتشوفو هنايا غدي نضيف الدقيق دائما بشوية بشوية وانا كنخلط ما نضيفوش دقيق دفعة واحدة هنا يراها عندي كيلو ديال دقيق تقريبين كتش ديال وحت 800 جرام ديال دقيق ما كتش ليه كيلو كامل كنبدا نضيف الدقيق وانا كنخلط بهات الشكل هادا كما كتشوفو 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 من الافضل انكم تصغرون موحد شوية عدنا العجين ديالنا فيه جوج خمارات وغادي تزاد في الفران من الافضل انكم تنقصو على هاد الحجم ندرس انا صراحة جو كبارين وحد شوية كنت بغيتهم صغر ولكني مشي مشكل حتى هكا جو زوينين سوف نستمر بحلاكة كما كتشوفو حتى غادي نكمل الكيمية ديالي كاملة ديال هاد العجين هادي نكورها بنفس الطريقة ونصفها في اللاطا وغادي ندوز للشكل الثاني اللي حتى هو غادي ندير كويرها في نفس الحجم ديال الشكل الاول وغادي ندورها بين يديا كما كتشوفو او نحرب لها بهات الشكل هادا حتى غادي نحصل على اصابع يكونوا هاكا صغارين ويكونوا في نفس القياس سوف نستمر بحلاكة سوف نكمل الكيمية كاملة اللي عندي بنفس الطريقة ونطلقها معاكم وصافي بعد ما نكمل الكيمية كاملة للحلوة اللي عندي سوف ندخلها على الفران اللي استخنته من قبل تكون عافية متحت من الناحة تتحمر وغادي نهبطها باش تكون عافية من الفوق وتاخدي واحد اللون اللي ذهبي خفيف ما تحمرهاش بزاف وصافي وغادي نطيبوها هنا مباشرة وغادي نطيبوها تقريبا مائسين قرام دي الشكلات الأبيض ومائسين قرام دي الشكلات الأسود سوف نقطعهم بجوج وغادي ندوبهم في حمام مريم سوف نسهل علي الخدمة بالمكات الطيبة الحلوة نجد لها المواد اللي غادي نزين بها او دكش اللي غادي نزين به سوف نستمر بحلاكة كما تشوفوه حتى الشوكولاتة البيضاء سوف ندير لها نفس الطريقة سوف نقطعها ونديرها في حمام مريم مع واحد مع القضية الزيت حسد الدوب هنا كما تشوفوه بعدما طابت الحلوة لا تخليوش هذه الحلوات بزاف وتتحمر سوف نقطعها ولكنها ليس مشكلة انتو ما خليوها هكا تاخد غير واحد اللون دها بخفيف وحيدوها باش ما تنشفش لكم وسبقا رطبة ملتش قاسحة هنا كما تشوفوه خديت هاد شوكولاتة السوداء وضفت لها تقريبا وحتلات المعالق الكوكا ومهرمش يكون غليد كما تشوفو او عشوائيا هكا مهرمش بغيتوا تديروا قديروا غير انا بغيت تدك الحبات يجونيها كباينين في الحلوة سوف نبدأ ندوز الحبات الحلوة بهذا الشكل هدا كما تشوفو نسقطرهم مزيان مزيان حسا نتخلص من الفائد ونوضعهم فوق البلاستيكة ضروري تديروا بلاستيك او ورق الفرن سوف نستمر بحلقات سوف نكمل هذه الحلوة كاملة بنفس الطريقة ونتلقها معكم من المزيان او أما بالنسبة الشكل ثاني ذلك الصباعات اللي وجدنا خديت هنا الكوك الكوك وضعتها في واحد المقلات وبدأت نحرك فيه حتى تتحمر لا تغفلوش عليه حتى يتحمر لكم ويأخذها كوحد الوين نيزوين وصفه وستستعملوها كفد زين هادي مجرد اقتراح يمكن لكم تديرو هاد هاد الحلوة هادي تتفندوها في بيسكوي دي الماريا او يمكن لكم تتفندوها في طونيك تهي كتجي زوينة صراحة كتدوزوها كفشكلات وكتديرو طونيك محكوك او مطحون وكتدوزوها فيه تهي كتجي صراحة زوينة وكتجي بنينة ما يمنستعملو الزين اللي بغيتو فقط انا بغيت نشارك معكم هاد الزين هادا البسيط وصراحة جزوين بالنسبة لهذا الكوك هذا الكوك يكون هاكا شوية ناشف ليس يميد دم صلحة غريبة لا تشي حاجة صافي انا يقولت علش لا نستغلوه بحلقة ونزين بهذا الحلوة سوف نستمر بحالة كما تشوفوا سوف ندوز الحباس في شوكولاتة البيضاء وندوزهم في هذا الكوك وهذا هو الشكل النهائي صراحة جزا رائعة جدا نتمنى تعجبكم وتنال اعجابكم وتجربوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باش دائما يوصلكم الجديد نتمنى دائما نكون عند حسن لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله السلامة